موسيقى وشاف شخص عالق في مكان في الخريطة ومو قادر يطلع منها وحاولنا يبني إلا أن يوصل له لكن عند آخر شيء البناء وقف وما قدر يبني زيادة وبعدها رجع فوق وركب سيارة وطاح فيها من فوق ولما وصل تحت صدم الشخص اللي كان ينقضى بالغلط وطار ومات في البحر وبعدها اليوتيوبر تأسف أنه بالغلط ما كان قصته وقررنا يجرب لو فعلا نجحت فكرتها وركب فوق السيارة وندهش أنها نجحت الفكرة وبعدها المطورين حطوا قبر في المكان اللي مات في الشخص باسمه وكان اسمه تشاب دودل وورد ووركرافت وليروي جينكينز لعبة وورد ووركرافت أو واو تعتبر من الأضخم العاب المم او على الإطلاق وتنزلها تحديثات توسيعات لها باستمرار وهي أيضا تعتبر غنية عن التعريف وتم تكريم لاعب يكنى باسم ليروي جينكينز بسبب قصة مضحكة حصلت له وتحول إلى مين القصة كانت أن ليروي كان يبغى يحصل على قطعة درع نادرة من زعيم في الريت داخل لعبة واو وطبعا اجتمع مع الجلد حقه أو الجماعة حقينه وبدأ يخطوك في جمع الوحش اللي في الريت وفي هذه الأثناء ليروي كان رايح يسوي له سندويشة دجاج ولما رجع الجهازه على طول هجم على الوحش الوحده وصرخ باسمه مثل ما تسمعون في المقطع هذا ليروي جينكينز وطبعا خسر الفريق كله بما فيهم ليروي جينكينز وبعدها اتشفوا أن خطتهم من الأساس كانت ما رح تنجح لأنها ينقصها الكثير وطبعا بعدها انتشر المقطع وصال ليروي جينكينز ميم وانتشر وبعدها استضافوا شركة بليزارد في معرضهم بليتسكون وصعدوا على المسرح والقى خطابة وكلمة المشهورة وتم تكريمه بأنه وضعوا أتيفمنت باسمه في اللعبة واركرافت وأيضا وضع شخصيات سادق في اللعبة وكرافت أيضا بنفس اسمه وفي لعبة البطاقات المشهورة تابعة لبلزارد وضعوا أيضا بطاقة خاصة فيه باسمه تحس ودك تتحمس تقولها صح؟ ليروي جينكينز معروض الزواج في سبايدر مان شخصية سبايدر مان غنية عن التعريف تلاحظون أكثر الحاجات اللي ذكرتها حاليا غنية عن التعريف وطبعا هو يعتبر من أحد أشهر شخصيات وأبطال ماربل وشخصية سبايدر مان تنزل لألعاب مختلفة من أيام جهاز الأتاري القديم بعضها كانت ممتازة والكثير منها كانت فاشلة إلى أن جاء استوديو قوي وستوديو إنسومنياك وشتهر بسلسلة تلعاب ناجحة مثل راشتان كلانك ورزيستنس وسبايرو وقرر أنهم يسوون لعبة جديدة كليا لشخصية سبايدر مان وتعتبر اللعبة تتريبل ايه ولاقت نجاح كبير جدا مع أن اللعبة كان فيها تكرار كثير إلا أن القصة كانت ممتعة وإذا تنقل فيها كان يبتكي حساس أنك سبايدر مان فعلا والتكريم اللي جاء فيها جاء من طلب شخص إلى المطورين للعبة قبل ما تصدر اللعبة بتغريدة يقول فيها أحتاج مساعدتكم يمكن طلبي راح يكون في نوع من الأنانية لكني مستعدني أتقدم إلى الزواج من حبيبتي وأحب أتقدم لها بأسلوب رهيب هل في أمكانية أنكم تضيفون جملة مادي هل تقبلين الزواج مني في اللعبة وطبع المطورين لابوا طلبه وضع الجملة هذه في اللعبة ووقت صدورها لكن للأسف كانت انتهت علاقتها مع حبيبتها لأنها خانتها مع أخوه وتركتها وصارت مع أخوه مسلسل ذا صار موقصة وبعدين مات هن الرجال بالتكريم اللي جاه وفي كلام أيضا يقال أنه طلب منهم أنهم يغيرونه إلى اسم جدته لأنه توفت مؤخرا من مضرة السرطان وهي اللي حببته بشخصية سبادرمان بأنه اشتركت العدد لأول من الكوميكس وقتها وإلى الحين ما في أي تحديث في الموضوع يمكن صار شي بعد نشر فيديو هذا تيفو مساعدة دوسري في فيفا مساعدة دوسري بطل العالم في لعبة فيفا ويعتبر أول لاعب في التاريخ يحقق بطل العالم مرتين في موسم واحد والبطولات اللي حققها كانت فيفا وورد كوب لعام 2018 و2019 في لندن وأيضا FUT Champions Cup في مانشستر ونال جائزة أفضل لاعب في العالم لرياضات الإلكترونية لعام 2018 في لندن وفي لعبة فيفا 20 وضعوا المطورين تيفو له داخل اللعبة تكريما له ولا إنجازاته ريل فراس في لعبة أنو 1800 ريل فراس يعتبر من أرهب اليوتيوبر ذا السعوديين ويمتاز أن يقدم محتوى متنوع وممتع بحيث ما يمل المتابعينه منه شخصيته مريحة وأسلوبه عفوي وفي احترافية في عمله وهذا سبب كبير يخلي المتابعين يحبونه وفي لعبة اسمها أنو 800 من يوبي صوفت القصة اللي قال إياها فراس أنه كان في Gamer's Com وشاف اللعبة وعجبته كثير ومالك تفاحة مسؤول في يوبي صوفت كبير استغرب من عجاب راس اللعبة وأعطى فراس نسخة يلعبها ويسوي فيديو عنها في قناته والمفاجأة كانت أن مشاهدات الفيديو اللي يسوى فراس تعدت مشاهدات اليوتيوبرز الألمانيين واللي اشتهروا بالألعاب من النوع هذي تخيلوا في ألمانيا اللعبة اللي تفوقت على لعبة فيفا عندهم هي لعبة فارم سيميوليتر فهذا يوريك مدى حب الألمانيين للعبة السيميوليتر ففراس تفوق عليهم وهذا أثار اندهاش وإعجاب يوبي صوفت وقرروا أن يكرمون في راس بأن يضعون لها شخصية بإسمه في اللعبة مع رسم جميل خاصة فيه أيضاً وهذه كانت خمس ألعاب كرموا اللاعبين قلوا لاشتراكم بالحلقة إن شاء الله تكون عجبتكم إذا عندكم أيضاً معلومات ثانية حق لاعبين ثانين أيضاً تكرموا في ألعاب ما نعرف عنها حطوا تحت بالكومنتس واكتبوا رايككم فيها وأيضاً لا تنسوا نشتركوا بالقناة وحطوا لايك يا راهبيين لأنكم أنتم متابعين اللي نحبكم